الطريق اللي بعده عملنا فن من المحور بتاع ناهية وانا بس هذكر الاخوة اللي موجودين في محافظة الجيزة ان ده المحور ده كان مصار لترعة الترعة دي كان بيمر فيها المية بتاعة محطة الصرف المعالجة ولكن احنا بفضل من عند ربنا قدرنا نوجد مصار تاني للترعة دي وفيه طريق هنا اسمه عبد العال هننقل عليه او بدأنا في الفعل ويمكن نسبة تنفيذنا فيه 30% المية دي بالكامل وعملنا لها مواسيره هتبقى مضغطية وقالبنا المحور ده هيبقى طريق سيادتك 4 و 4 وطوله 8 كيل الطريق اللي بعده فن من طريق كرداسة وزاي ما عرضنا على السيادتك فيه تكدس كبير جدا في منطقة كرداسة ويمكن الاماكن اللي هي بلوكات مقفولة دي ما بنقدرش ندخل لها فيها عربيات اسعاية فعلى عربيات مطافي احنا ان شاء الله فن من بنعمل المحور ده بالكامل اللي هو صفت اللبن الخمايل بياخد الحركة المرية من الخمايل ومن الطريق اسكندرية ومن كل المناطق دي كرداسة ويوصل لغاية الطريق الدايري ويبقى كده عملنا اربع محاور عرضية في مسافة 5 كيلو موازية لطريق 26 يولو كمان يا فن من شغالين دلوقتي مع وزارة الاسكان بنعمل المحور بتاع صفت اللبن بيدخل على مدان الجيزة مباشرة بطول 5 كيلو كمان افنم مع محافظة الجيزة عملنا المحور اللي هو خاص بانور السادات او ترسة بطول 6 كيلو وده بيخفف الاعباء المرورية على طريق الاهرام وطريق فيصل بيربط افنم من مدان الرماية بيوصل لغاية مدان الجيزة الطريق السادس افنم او السابع المامشى السياحي كان بيربط افنم المنطقة دي ما كانش فيها يعني اتصال كان نهاية المحور الطريق الدايري اللي هو الجزء الجنوبي منه ربطناه سيادتك بطريق الوحاية بكده افنم احنا عندنا هنا سبع طرق طولية بالاضافة الخمسة اللي كان موجودين يعني احنا النهاردة عندنا طرق طولية ان شاء الله هيبقوا في الجيزة 12 طريق نيجي بفنم الدراسة اللي عملناها للطرق العرضية اول حاجة فنم طريق الخمايل ده بطول 10 كيلو بينقل الحركة المرورية من الشيخ زايد ومنطقة الخمايل بيوصلها لغاية الطريق الدايري الكاهرة